السلام عليكم خبتي اخواتي و شارعكم أتمنى تكونوا بكم بخير و بصحة جيدة مرحبكم في القناة لأول مرة يشاهدوا القناة لا تنساوش تشتركوا في القناة تفعلوا جرس باش هكايل حقكم كل جديد و اذا كان عجبتكم الفيديو لا تنساوش تخليو نجام و تقولونا رأيكم في التعليقات اذا كان جربتو الوصفة اليوم ان شاء الله راح نديرو حلوة بحبة بيضة راح تكون بدوق الليمون كي مش بتو راح تجي مشقة و شابه من البره و راح تكون سهله و ان شاء الله راح تكون اقتصادية اول حاجة نبدو المقادير عندي 100 قرام تاع مارغارين تكون طرية 3 مغارف كبار تاع سكر عصرة تحبه ليمون و نفس الشي المبشور ديالها حبه بيد مغرفة صغيرة على فاني مغرفة صغيرة على خمير حلوة و كمية على الفارينة بش نلمو العجينة ديالنا و احنا نجوز نشوفوا الطريقة عندي ريسيبيون حاط فيه قرصة ملح نزيدلو المارغارين و السكر و الافاني و نخلطوهم بالقوم بيانسو نزيدو زاس دو سيترون و نخلطوهم بالباتور حتى يتخلطو ليلي خاليد كريمي يعني يدخل هاديك زبدة يدخل فيها السكر و ويدو اتخلطوهم بالباتور حتى يتخلطو ليلي خاليد كريمي و احنا بعد ما اولا لي خاليد كريمي يعني يدخل هاداك سكر في المارغارين نجو و نضيفو حبابيد و نضيفو لها العسير تاع حبة الليبون و نزيدو نخلطو بالباتور حتى يولينا الخاليد تعنا كيف كيف يعاودي ولي كريمي هنا اذا كان ما حبش يولي لكم كريمي يعني جاكم جاري و قعدوا غير تخبطو و ما حبش يتلم لكم تقدروا تزيدو لزوج مغارف تاع فارينة و تكملو تخلطو بالباتور مش هدوك المقادير كامل يدخلو في بعضهم ما بعدكين نحقو لهذا المرحلة يعني كل شي يدخل في بعضه نحبسو الباتور و نبدأو نلموه بالفارين نضيف هديك الملعقة الصغيرة تخميرت الحلوة و الفارينة الفارينة حوالي راح تجيكم زوج كيسان بلك ما تكملوهمش بلك تزيدو اكتر يعني انتو ما روحوا معهم غرب العقل مرحوا معهم غرب العقل ما روحوا معهم من بعد نلم العجينة لي منلمها تكون يبصن ومنلمها شجارية نلمها طرية كي ما رو كوتشوفو هنا نحطها في البلوندودخافا يدي علي فوق البوطاشي من بعد نبدأ نخدمها بهذا الطريقة كي ما رو كوتشوفو بيدا بلا منعجنها نلمها بارك ونخدمها بهذا الطريقة حتى يولي لي الشكل تاحها شباب من بعد نبدأو نشكله في كويرات كاملة كامل نديروهم نفس الحجم يكونوا كما حبيت الجوز هاي ليك بعد ما شكلت ملعجينة ديالي كامل شكلتها كويرات بعد الحجم انتو ما تحبو تكبروهم وتحبو تصغروهم كتر كما حبيتو من بعد هاد الكويرا ديالي نرمدها في السكر العادي ونزيد انا نرمدها في السكر الناعم من بعد نحطها في سنيوة ليكون درت لها قفية كويسون وندخل بعد ما نكمل كامل هاد العجنة ديالي ندخل سنيوة تاعي طيب ملتحت هي حمار ليلقاطه تاعي ملتحت كي طيب نزيد نحمرو تحميرة خفيفة من الفوق بشي حتى يحمر كامل برك بش ما يقعد مناش خدر ونخرجوه وتشوفه في طبق تقديم شاء الله كامل واخنا هايديك في الاخير بعد ما طاب القطو ديالي انا هنا مازالوا شوية سخون ما ماقدرش نسنا حتى يبرد فمازالوا سخون ما عندوش يعني عندو خمسة تقايق ملي خرج من الفورن كي سوورده لكم شوفو هنا كيفاش يجي مششقق من الفوق يعني يجي في شكل شباب مام في المداغ اللي يحبوا الليمون راح يجي بزاف راح تعجبهم هاد الحلوة وكذلك كما شفتوا اقتصادية فيها حبة بيد ومئة قرام تعمار كاغين هايليك هنا ما زلوش فيها سخون انتمنى تكون عجبتكم هاد الحلوة واذا كان عجبتكم ما تنساوش تخلي بنجام وتقولوا رأيكم في تليقة اذا كان جربتوها اكيدا راح تنجح لكم نقولكم مع السلامة الى فيديو قادم في امان الله اشتركوا في القناة